اشتركوا في القناة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أمتي إني رأيت أحد عشر كوكما والشمس والقمر رأيتهم لسادي اشتركوا في القناة 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 حضرة المباشر السيدة زليخة تطلب أن تحضر عندها بالنظر فالتحيا سيدة زليخة فاليحيى مباشر قصرنا الشاب والجميل أرى أنك ما زلت تزهد بالنظر إلي يا يوزر سيف لقد استدعيتك إلى هنا لأكرر على مسامعك طلب مرة أخرى لا تكرر هذا لا تكرر هذا لأن جوابي لم يتبدل أما زلت أما زلت مستاء وغاضبا مني؟ أعتبر عما بدر مني ذلك اليوم معظ الله أن أقرب الفحشة أبدا وأنت لن تنالي مرادك ألا تعرف أن الزليخة لا تفقه معنى كلمة لا؟ أنا أهواك كثيرا ولن أتوانى عن فعل أي شيء حتى أنال منك الذي أصب إليه إلى الحد الذي تضيقين فيه طعم النار؟ لن تضوق النار لا لكنك ستدخل السجن لا تجبرني على ذلك إعقلي يا امرأة كفاك تشيرا بي وبنفسك أمام الملأ الموقر بوتيفار لم يسئ إلينا بشيء كفاك تلاعبا بكرامته أمام الناس لم أستدعك إلى هنا لكي تعيضني يبدو أنك مصر على عصيانك كما تشاء انصرف إذا شئت ولكن أعلم جيدا أن زليخة سوف تستبدل قلبها بقطعة من الحجر الأصم انصرف لقد أصبح السجن أحب إلي من هذا القصر بدت أمضي أيامي وأنا أترقب كيدهن ومكرهن بي يتوجب علي أن أبقى حذرا خشية أن يفترى علي إذا كنت ترفض أن تطيعها وتمكنها من نفسك فلما لا تلوذ بالفرار سوف أعينك على ذلك إذا هربت أكون قد أثبت على نفسي جميع التهم الموجهة إلي إذن إذهب إلى الملك أمن حوتب الثالث لا شك أنه سوف يعينك لماذا أمن حوتب لا ريب أن إلهي أقدر بمراتب من أمن حوتب هذا إنه يرى مقامي ويسمع كلامي ماذا عن بوتيفار ألا يقدر على شيء لقد علم أن زليخة هي المذنبة فما الذي فعله يجب أن نفعل شيئا إنهن تهددن بالسجن فلنفعل شيئا قبل فوات الأوام رب يعلم أن السجن أحب إلي من المعصية التي تدعون إلي هؤلاء النسوة سوف ألوذ بالله القادر على كل شيء وألتزم الصبر على هذا الابتلاء لا مفر من أن أنتظر ما سيكون حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا لم تبقى خطوة لم أقدم عليها لم يبقى سر إلا وأخرجته من صدري لم تبقى حاجة إلا وأفصحت عنها جهارا لم أبقي سترا إلا وهتكته لم أبقى عليه بالغنج والدلال ماذا أفعل؟ نسوة أشرافي مصر اللواتهن من ألد أعدائي أشرنا علي بأن أحبسه لأروض عناده وكبرياء بما أنك ونسوة أشرافي مصر تعنينا من داء واحد فلا ريب أن الدواء واحد أنا مثلهن أرى أن يسجن حتى يتأدى أجل أنت محق سوف أقدم على ذلك سوف يرى يوزر سيف وجها لم يعتده من مولاته زليخة فمحي زليخة المتوهج عشقا سوف يستبدل بوجه سودته نار الحقد موسيقى 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 يا عالي المقام هذا أبو بيس مباشر المائدة الخاص بالملك أمن حوتيب بل تحفظك الآلهة بحفظها إنه واحد من أتباع آمون الصادقين في إيمانهم أراه دائما في المعبد منقطعا لعبادة الإله آمون والتدرع إليه إلهنا الأعظم آمون حزين للغاية منذ أيام ثمت من يكيد لآمون ويدبر له المكائد بغرض إبادته والقضاء على معبده أما أتباعه فهم غافلون عنه ولا يدرؤون عنه الشرور لكنني أعرف أناسا لا يزالون يعبدون الإله آمون بكل جوارحهم وهؤلاء ليس قلة يا عالي المقام أخشى أن يتفرق النفر القلائل الذين ما زالوا على إيمانهم بآمون للأسف لا يسعنا أن نجاهر بكل ما نعلم أمام الناس لأن ذلك سيصيبهم بالإحباط لقد سبق لكيموني أن قال أشياء بحق أمين حوتب وبوتيفار وبدلي أن تصديق كلامه يجاف العقل في البداية نحن أيضا لم نصدق وقد علمنا في الآونة الأخيرة أن أمين حوتب الثالث أمر بوتيفار بتجهيز جيش لمهاجمة المعبد والقضاء على أمون وجميع أتباعه أيضا حسنا ولكن يا عالي المقام لا أخفي عليك أنني تلمست من الملك أمين حوتب جفاء ناحية المعبد وقطيعة مع كهنته لكنني صراحة لا أستطيع تصديق أنه عدو للإله أمون لأنني أعلم أن الملك بمنزلة نصف إله أوليس ابن إله أيضا وهنا تكمن الفجيعة ولأجلها يعظم جرمه من أنيطت به مهمة خدمة الآلهة بات يخونها ويكفر بها ويحرض عليها إذا نجح في مسعاه وهاجم المعبد بجيش بوتيفار الكافر عديم الإيمان فسيقضي على الإله أمون وعلى جميع أتباعه معه يجب أن نفعل شيئا يجب أن نتحرك لما لا يصدر المحترم على إخماه أمرا متجهيز جيش لصد جيش أمن حوتب المهاجم في حينها سوف يقتل الآلاف من الناس الأبرياء ومعهم جميع كهنة المعبد في معركة فرضها المغتصب للسلطة وماذا بعد؟ نحن لا يسعنا أن نجلس مكتف الأيدي أنا أرى أن السبيل الوحيد للدفاع عن الإله أمون من دون حصول مذبحة يكمن في القضاء على العناصر التي تساعر نار الحرب أولا أمن حوتب ثانيا بوتيفار بوتيفار نحن نبحث عن رجل يكون موضع ثقتنا ليؤدي هذه المهمة فيدخل السرور على قلب الإله آمون لا لا أنا لا أستطيع أنا لن أقتل علي المقام لن أقتل من كان من نسل الآلهة إنه يحوز على منزلة نصف إله لا لا أستطيع أن أفعل ذلك أبدا لا أستطيع أتعلم جيدا أنني الكاهن الأعظم في جميع معابد أمون وأحوز أيضا على منزلة نصف إله أو ليس ذنب من كان إلها ونصب العداء لأقرانه أعظم من ذنب سائر الناس ثم إنك بهذا العمل المقدس تكون قد أنجيت آمون الكبير من خطر الفناء وحغنت دماء آلاف الأبرياء وماذا عن حقني دمائي أنا؟ ماذا عن دماء عيالي وأولادي؟ لن يتهددك وعائلتك أي خطر أداء هذه المهمة سهل للغاية سأعلمك كيف تحتال عليه بذلك هل تود أن تبقى مباشرة مائدة متواضعا ما بقي من حياتك؟ ألا يجدر بك أن تكون على خزائن مصر أو رئيس الزراعة فيها؟ أهنا؟ على الخزائن؟ رئيس الزراعة في مصر؟ أضف إلى ذلك مئات من قطع الذهب التي ستغنيك عن العمل حتى آخر يوم من أيام حياتك كم قطعة من الذهب سأنال بالتحديد؟ ألف قطعة، ألفان من الذهب أصدقكم القول إن لي صديقا داخل القصر سأضطر إلى إشراكه معي فإذا أخذت ألفين قطعة من الذهب سوف لا مانع يجب أن نفيد من ثروة آمون في سبيل حفظه أليس صحيحا؟ يا عالي المقام هب أنني لم أوفق لسبب من الأسباب فقبض علي متلبسا بالجرم ما الذي سيحل بعيالي وأولادي حينها؟ إذا قبض عليك فإياك أن تكشف علاقتك بي أو بكيموني وكبراء المعبد وفي المقابل سيكون عيالك وأولادك في حفظي ورعايةي إلى آمون وأما إذا تجرأت وأفشيت السر فستبتلى عائلتك ومعها جميع أقاربك بلعنة آمون وسيفنون عن آخرهم عالي المقام، السيدة زليخة تطلب الدخول هذا العبد الكنعاني قد عصى أوامرك وأذاعة ما كان من أمرنا في تلك الليلة أي مكيدة تدبرين هذه المرة؟ قوليها جهارا يبدو لي أنك لا تعلم مبلغ فضيحتنا بين الناس لقد أصبحت الألسنات تتناقل أن عزيز مصر ضبط زوجه مع بعض عبيدها ولكنه كتم عليهما خيانتهما لا هو سجن العبد ولا قيده بالحديد ولا حتى ضربه أو شتمه هل تطلبين مني أن أزج برجل بريء في السجن؟ أولا هو ليس بريءا فلقد أذع السر ثانيا جئت أحثك لكي تقدم على تدبير شكلي أي تدبير مثلا؟ لو أنك تدخله السجن لا ريب أن حبس يوزار سيف سيكم أفوال مغردين الذين يتناولوننا بألسنتهم ما هو رأي مولاي؟ أحتاج أن أفكر في الأمر أنت انصر فيه سأعلمك لاحقا بناروس بناروس أين أنت؟ أنا هنا أبوبيس ماذا جرى؟ لقد جاءت للقاء صديق قديم فهل تمانع؟ لكنك أقل ما تزورني في هذا المكان هل حصل شيء؟ لا أدري ماذا أقول ومن أين أبدأ الكلام أحيانا يحتاج المرء مساعدة بعض أصدقائه القدامى ليبث لهم شكواه ويمد له يد العون وكيف أساعدك؟ تعلم بناروس أنا رجل ملتزم بديني ولن أسكت على تسفيه آلهة مصر خصوصا تسفيها الإله أمون الكبير وأنا لا أقل عنك انحيازا للآلهة أتطاول أحدهم على أمون؟ أجل أنت تعرف من تطاول سمعت وعينت بنفسك قلة اكتراثه أظن أنني فهمت ما ترمي إليه تقصد الملك أمن حوطب لا؟ شهدنا معا غير مرة هدكه لحرمة الإله أمون الكبير ما عسنا نفعل إنه الملك ولا خيار أمامنا سوى التزام الصمت أبوبيس ليت الأمر اقتصر على هدك الحرمة إنه يجهز جيشا لمهاجمات معبد أمون واقتلاع جذور عبدته من ديار مصر فالترحمنا الآلهة إذا صح ما تقوله فستندلع حرب بين المعبد والبلاط وسيفن خلالها ألاف من الأبرياء إذن إذا أمكنك أن تحول دون هذه المذبحة وأن تقي أمون والكهن مما يتربص بهم فهل تراك تقدم على الأمر؟ هذا مؤكد لكن الحقول دون اندلاع الحروب ليس عمالنا أنا وأنت لا يسعنا أن نحول دون أن يتذابح أسكر وأمون وأمن حوطب ولكن بمقدورنا أن نمنع أمر مهاجمة المعبد اشرح لي بوضوح ما تقصده بكلامك كيف نستطيع أن نحول دون أن يصدر أمن حوطب الأمر بمهاجمة المعبد؟ وهذا هو ما يؤرقني ويشغل تفكيري لقد جئت إليك لنبحث معا عن حل لهذه المعضلة تريد حلا؟ أي حل عساه يكون؟ هل أذهب إلى أمن حوطب وأغلق فمه كي لا يصدر الأوامر بالحر؟ قد لا نستطيع أن نغلق فم أمن حوطب لكننا نستطيع أن نغبد أنفاسه للأبد أقسم بحق الآلهة أسقط أسقط المجنون أسقط أسقط هل تعي خطورة كلامك؟ أتراك فقدت عقلك أو أصبت بالجنون أم أنك زهدت بحياتك؟ بناروس ألم تقل إنك تود أن تحول دون فناء الإله أمون وحصول مذبحة في مدينة طيبة؟ أجل لكن ما تقوله ليس صوابا أمن حوطب يحوز على مرتبة نصف إله كيف سنقتل؟ لا أمن حوطب ليس بمنزلة نصف إله أبدا لو كان إلها لما خرج على طاعة آمون وسائر الآلهة لابد من التفكير مليا قبل أن أوافق على الأمر لا نستطيع أن نبادر من دون تمهيد الإقدام على خطوة كهذه بقتل أمن حوطب ليس أمرا سهلا لأنك تتناسى عظيم سطوته وبأس حراسه وجنوده الذين يحمونه بل هو يسير بضع قطرات من السم لا عسكر ولا يلزمنا عتاد ولن نقيم حربا لا لا أستطيع أن أقتل أحدا من الآلهة أبدا لو كان أمن حوطب من الآلهة كما تزعم أنت لصار جرمه أعظم وأفتح ثم إننا مخيران بين أمرين اثنين الحفاظ على حياة إله واحد أو الحفاظ على حياة الآلهة جميعا ومعها حياة الآلاف من أبناء المدينة أنا أرى أن نحكم العقل في هذا الأمر يجب أن نتأنى قليلا فلا حكمة في استعجال الأمور أبدا الوقت ضيق ماذا لو أصدر أمن حوطب الأمر بمهاجمة المعبد صبيحة يوم الغد هل تتخيل أي كارثة ستحل مع ذلك ليس لدينا متسع من الوقت أمهلني الليلة حتى أفكر سوف أعود إليك غدا وإذا رفضت أن تعينني فسأبادر بنفسي لأحول دون وقوع هذه الكارثة لا أطلب منك إلا السكوت السكوت لا غير ماذا لو قُبِد علينا؟ ماذا لو كشف أمن حوطب سرنا وهو ابن الإله؟ هب أننا نجحنا في قتله ألن يقتلنا بوتيفار وقادة عسكر مصر؟ أي بلاء سيحل بأولادنا وعيالنا وأقاربنا؟ ماذا لو بادر أبو بيس بنفسه فقُبِد عليه متلبسا بالجرم؟ وزعم أنني كنت شريكه في هذا الأمر لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف كيف أتصرف ماذا سأفعل؟ بيناروس، 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 من أنت؟ ماذا تريد؟ الملك أمن حوطب يطلب شرابا الآن حسنا، حسنا، سأحضره فورا سيدي يوزر سيف، سيدي يوزر سيف سيدي يوزر سيف، عالي المقام بوتيفار يطلب حضورك عنده ما بكما؟ فهل هي أول مرة يستدعم فيها الموقر بوتيفار للحضور بين يديك؟ إنها أول مرة بعد الذي جرى بينك وبين السيدة زوليخة لعله يستدعيك لأمر هام دعكم من القلق، بما أن الله معي فأنا لا أخاف أحدا ولا أحزن طلبت منك أن تنسى خبر تلك الليلة وأحذرتك من أن تذيعه بين الناس يوزر سيف لا يجحد الفضل أبدا إنه يرى نفسه مدينا لكم ولا يسعه أن يكون غير مكترس لكرمتكم عند أهالي المدينة هل أذعت الخبر أم لا؟ أنت تعلم جيدا أنني لا أفعل هذا إذن كيف عرف الجميع تفاصيل ما جرى؟ أنا لم أكن الشاهد الوحيد على ما جرى هناك أعلم أنني أخترق الذرائع لم أعد أعرف كيف أصنع معك أراك صديقا بعين وعدوا بأخرى أنا أيضا أصبحت لا حيلة لي لقد بات هذا القصر رغم وسعته ضيقا ومعتما عليه أنا لم أعود أطيق مراودة النسوتي ولا تعنات ألسلة المقمين في القصر زليخة طلبت مني أن أزج بك في السجن حسنا ما رأيك أنت؟ لقد أحسنت إلي أمرأتك من حيث لا تدري لم أفهم مقصود كلامك إذا دخلت السجن فسوف يكف المغرضون عن الكلام الجارح والدنيء وسأكون بعيدا عن السيدة زليخة بحيث يسهل عليها أن تنساني أضف إلى ذلك أن كهنة معبد أمون سيعجزون عن انتهامك بالتواطئ مع رجل أجنبي وأنا بدور سأتحرر من شراكي نسوة مصر العبثات هل حقا تختار السجن على أن تكون حرا طليقا؟ لا أحد يختار السجن على أن يكون حرا ولكن لا حيلة لي لقد بات السجن ملاذي الوحيد فأذهب إلى قصر أمن حوتب صار لاحقا على ماذا يستقر رأيي بشأنك قل لهم أن يجاهزوا لي العربة أمون مشاهدت أمون أمون مصنق أمون بيناروس ما الذي أصابك لماذا وجهك شاحب وجهي يا علي المقام لا أنا بخير أنا لا أعاني من شيء أبو بيس ما الذي أصاب بيناروس إنه ليس على ما يرام لا تقلق يا مولاي الملك إنه مرهق ليس إلا تناول طعامك يا مولاي أرجوك تفضل توقف يا علي المقام توقف يا علي المقام لا تأكل من هذا الطعام إنه مسموم أيها الخائن القذر السم في شرابك وليس في طعامي أنا نعم يا علي المقام نعم يا علي المقام لا توقف على هذين الخائنين لا يا علي المقام لا اسفر عني يا مولاي سيدتي أرجوك أن تغثيني أنا أتوصل إليكم سيدتي مولاي مهلا أريد أن أعرف حقيقة نوايك ما يا عالي المقام هذا الخائن كان عازما على قتلكم صب السم في كأس شرابكم إنه يفتر علي يا مولاي هو الذي نولني السم وحردني على أن أمزجه بشرابكم حسنا جدا أمركما بأن تتناول الطعام والشراب وإلا سأقتلكما وأحتس الشراب بجمجمتيكما أنا لم أضع سما في كأس خمرك يا مولاي أصدقك القول لقد حان دورك كل الطعام وأخبرني عن مذاقه كله عن آخره هل رأيت كيف شرب بيناروس الشراب كله؟ هيا يا عالي المقام لا يا عالي المقام لقد أخطأت ارتكبت الخطيئة اسفح عني بحق الآله أرجوك عفو عني خذوهما أرجوك يا عالي المقام سمحني يا مولاي يا عالي المقام اسفحي لها يا مولاتي اسفح عننا يا مولاي سمحنا سمحنا يا عالي المقام سمحنا خيانة خيانة ثمت من يدبر المكائد لي من داخل قصره اضربوا عنقي هذين الخائنين حتى ينالى جزاء جريمته معه أمر مولاي الملك مطاع دوما لكنني أرى أن نتريث قليلا تريد أن نتريث؟ هل تراك تمهل الخائنين؟ لا يا مولاي يجب أن نتأنى قبل الأغدام أقترح أن نتريث ليس ما نقبض على عوانهما لا ريب أن هذين كانا ينفذان أوامر صادر إليهما وليس من تلقاء نفسهما سأخضعهما على الفول للاستجواب بنفسي لا بأس تحرى لي عن مصدر التحريد وأطلعني على النتيجة أنا في الانتظار حسنا أريد أن أسمع منكم تفاصيل المؤامرة تكلمي أبو بيس من هم الذين حردوك لكي تضع السم في الطعام لتقتل أمن حوطب وسائر أفراد العائلة لا أحد أقدمت على الأمر وحده علي المقام لماذا؟ هل أساء إليك أمن حوطب بفعل أو قول؟ فعلتها لأنني سمعته الموقر أمن حوطب يأمرك بأن تغير على معبد الإله أمون لكي تدمر أمون ومعه كهنة معبده بضربة بضربة قادية قلت سمعت؟ كيف؟ وممن؟ لم أسمع من أحد سمعته بنفسي أجل سمعته بنفسي كنت أقف خلف باب المدخل القصف فسمعت كلامه أنت تكذب حينها تعمدت وأنت فقد ما وراء باب المدخل خشتا يسترق أحدهم السمع لا بأس سوف تجهر بالحقيقة لاحقا وأنت تكلم أنا لا علم لي بالأمس جاءني أبوبيس وقال لي إن أمن حوطب قد أمرك بمهاجمة آمون ومعبد مدينة طيبة لتدمرهما ثم حردني على أن أضع السمع في شراب عالي المقام لكنني لم أفعل ذلك رأيت كيف أنني سلمتك السمع الذي أعطنيه هل كلمك أحد آخر بشأن قطل الملك؟ أو هل رأيت أحدا يكلم أبوبيس بهذا الخصوص؟ لا لا لم أرى أنا لم أرى أحدا غير أبوبيس سيدي سنعثر عليهما في القصر سنبادر إلى تسرح ما إلى سجن زاويرا سرا ومن غير أن تكشف هويتهما على الإطلاق هل هذا مفهوم؟ الأسود والأبيض الحر والعب الرجل والمرأة كلهم أبناء آدم وقد خلقهم الله جميعا بمنزلة واحدة لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى والفضائل كلماما قل ما تأتي إلى حيث يقيم العبيد لا ريب أن ثمة أمرا خطيرا هل يسعني أن أكلمك على انفراد؟ السيدة زليخة قصدت زوجها بوتيفار وطلبت إليه أن يزج بك في السجن عليك أن تستنقض نفسك قبل فوات الأوان وماذا سيأفعل؟ يكفي أن ترمك السيدة زليخة بعين الرضا حينها سيصلح كل شيء أسمع كلام الشيطان يخرج من فيك لقد صلتكم الشيطان علي ثم بذر في صدوري كن بذرة الحقد علي فما دمتن متعاط للشيطان لن تخمد نيران هذه الفتنة ولن ترين مني إلا الصد والأسيان إذا لم يصرف الله رب كيد هؤلاء النسوة الماكرات عني ليدخلني في حصنه المنيع فلست أعلم إلى إن ستقول هذه الفتنة ماذا قالت؟ ما الذي تريده منك؟ حسناً هويا أنا سأشرح لك الأمر يتوجب على يوزر سيف أن يختار إما زليخة ونسبة مصر أو السجن أعوذ بالله تعالى من كيد النساء أختار السجن والأغلال فإن محنة السجن وإن طالت سوف تنتهي إلى أجل لكن لا أحد من الناس يعلم مبلغ مكوت الزنات في سعير جهنم أي جهنم؟ ترجح السجن على الحرية لتنجو من جهنم لا وجود لها؟ لم أرى عاقلاً أبداً يختار محنة السجن على أن يكون مع الحسنوات من الأشراف جاء رودامون ما بك رودامون؟ لما أنت حزين هكذا؟ أرى أن الموقر بوتيفار قد استقر رأيه على سجني قلت لم ترى عاقلاً يختار ماذا؟ لم أرى عاقلاً يختار محنة السجن على أن يكون مع الحسنوات من الأشراف سيدي فلنذهب رودامون لا تقطب حاجبايك فيزرسيف ليس خائفاً ولا محزوناً فلنذهب سيحضرونه بعد قليل سأرجع إليكم من فوري ولكن ما الذي يجر هنا؟ وأخيراً أقدمت زليخ على ما هددت به سيساق يزرسيف إلى السجن سيحضرونه بعد قليل سيحضرونه بعد قليل سيحضرونه بعد قليل أنا جاهز أنا جاهز نعلم أنك بريء ولدن بلك أيها الشاهد الصغير إنهم يتجاهلون شهادتك الحق وها هم يسقونني إلى السجن إنني راض برضى الله ربما كان هذا قدري أعتني به جيداً لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بل ابتليت بالسجن والاغلال لانني اطعت سيد السادات ولم اعصي له امرا انه اشد ما يبتل به المخلصون من عباده ليرفعهم درجات ولكن كيف كيف سنستطيع ان نصبر على فراقك سيدي ذاك من القلق السجن عندي بمثابة الخلاص من المحنة احمد الله رب الذي استنقذني من سجن هذا القصر ومن سجانيه اشتركوا في القناة زافيرا كدامين من اعزي اصدقائي ساوصيه بك ان اعزى اخلائي موجود في سجن زافيرا ايضا انه الذي خلق صاحبك كدامين لا حاجة بي الى التوصية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا انطلق اشتركوا في القناة 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 سجين آخر أجل الموقر بوتفار أمر بإرساله إلى السجن يقولون أن هذا السجين يفوق جميع من تعرفهم شرفا وعلما وكراما أليس هذا العبد الذي يعيش في قصر عالي المقام بوتفار؟ أجل هو بنفسه اسمه يوزر سيف وهو المستشار السابق لعالي المقام بوتفار تستطيع أن تنصرف السجن لا يليق بك ماذا حصل حتى ينتهي أمرك هنا؟ جرم أنني عصيت ساداتي وموالية سوف تتعلم هنا كيف تكون عبدا طائعا ولكن كلما نظرت إليك زدت يقينا أنك لست من العبيد لا تقل ما يسوقني أتمنى أن أكون عبدا طائعا لننتظر ونرى إن كنت صادقا أشدد عليك أن تتجنب العراك مع سجناء زفيرة إنهم مخلوقات خطيرة جدا خذوه إلى السجن العام جردوه من الحلي التي معه ثم ضعوا الأغلال في قدميه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر